مرحباً سهلاً فيكم يا أول معنا من جديد إن شاء الله حنكمل حساسنا مع مادة الرياضيات إن شاء الله اليوم حنراجع مع بعض درس مقارنة الأعداد مقارنة الأعداد دايماً يا أول أنا لما بدي أقارن بين الأعداد بقارن بين عدد ضمن منزلتين يعني منزلة أحد ومنزلة عشرات إذن بدي أقارن أعداد ضمن منزلتين اللي هي منزلة الأحد ومنزلة العشرات يا إما بكون عندي عدد أكبر أو عدد أصغر أو أعداد متساوي إذن المقارنة بين عددين ضمن منزلتين مستعملاً لنستعمل الإشارات لدينا إشارة العدد الأكبر هاي تسمى الإشارة العدد الأكبر إشارة اليساوي وإشارة العدد الأصغر دائماً حكينا إشارة الأكبر والأصغر بتشبه تم السمكة دائماً الأكبر بكون تمها مفتوح لجهة اليسار يا أول هيك بدنا نحفظ الإشارات دائماً إشارة أو رمز الأكبر دائماً مفتوح لجهة اليسار بتشبه تم السمكة تمها دائماً مفتوح لجهة اليسار وإشارة العدد الأصغر إشارة العدد الأصغر دائماً تمها مفتوح لجهة اليمين إذن عنا أكبر يساوي وأصغر إذن اليوم درسنا عن مقارنة الأعداد دائماً دائماً يا أول لما بدي أجي أقارن بين أي عددين طبعاً ضمن منزلتين دائماً ببلش بالعشرات بشوف العشرات بقارن العشرات بعدين باجي بقارن الأحد إذن دائماً ببدأ بالمقارنة العشرات خلينا نشوف مع علا 75 خرزة ومحنين 85 خرزة أيهما تمتلك عدداً أكبر من الخرزات هلأ إحنا بدنا نقارن بين العددين العدد يا أول 75 والعدد 85 حكينا دائماً لما بدي أقارن بين أي عددين ببلش دائماً بالإيش العشرات طيب خلينا نقارن العشرات عند العشرات بالعدد الأول هون 7 خانة العشرات وهون العشرات 8 بما إنه عندي العشرات أكبر هون معناته 85 أكبر من 75 بحط إشارة العدد الأكبر من العدد الأكبر 85 يعني الإشارة بتكون حكينا تمها هون مفتوح لجهة اليسار للعدد الأكبر إذن من تمتلك عدد خرزات أكتر حنين تمتلك عدد خرزات أكتر إذن بقارن بين العشرات عندي هون العشرات 7 هون العشرات 8 معناته عندي العدد 85 أكبر من العدد 75 أولاً لما بدي أقارن دائماً بين أي عددين دمن منزلتين لازم أبدأ بمقارنة العشرات أولاً إذن عندي مقارنة العشرات أولاً إذا كانت عندي العشرات متساوية بروح بقارن الأحد إذا كانت العشرات متساوية بروح بقارن الأحد خلينا نحل المسائل عندنا هون خلينا نشوف عندنا أعداد بدنا نعد الأحد ونعد العشرات ونكتب الأعداد ونشوف نقارن بين الأعداد خلينا نبلش خلينا نشوف هون كم عدد الأحد خلينا نعد مع بعض 1, 2, 3, 4, 5, 6 إذن كم عندي أحد هنا يا أول؟ 6 خلينا نشوف العشرات 1, 2, 3 عندي ثلاث عشرات كم العدد؟ 6 و 30 خلينا نشوف 1, 2 عندي هنا الأحد 2 خلينا العشرات نعدهم 1, 2, 3, 4 العشرات عندي 4 عندي العدد 42 طب أنا بدي أشوف أقارن بين 36 وال42 حكينا لما بدنا نقارن نبدأ بالعشرات عندي العشرات هون 4 وعندي العشرات هون 3 مين الأكبر؟ الأربعة ولا الثلاث؟ أحسنتم الأربعة معناته 42 أكبر من 36 معناته على أي إشارة بدي أحط أي دائرة إشارة العدد الأكبر اللي دائماً تمها مفتوح لجهة اليسار 42 أكبر من 36 إذن لما بدي أقارن بين أي عددين دائماً يا أول بقارن بالعشرات إذا كانت العشرات متساوية بقارن الأحد خلينا نشوفهم 1 خلينا نعد الأحد 1, 2, 3, 4, 5 عندي كم أحد يا أول؟ 5, 1 كم عندي عشرات؟ 1 خلينا نشوف هون كم العدد 1, 2, 3, 4, 5, 6 عندي 6 أحد وكم عندي عشرات؟ 1, 2, 3 3, 10 طيب خلينا نشوف يلا حكينا لازم نقارن بين أي عددين نبلش بمنزلة العشرات عندي العشرات هون يا أول 3 وعندي العشرات هون 1 معناته العدد 36 أكبر من العدد 15 يعني حتى لاحظوا كمان هون عندي الأحد هون الستة أكبر من الخمسة معناته 36 30 أكبر من خمسة عشر يعني بحط دائرة على الإشارة اللي أكبر دائماً الأكبر تشبه تم السمكة بس وين تمها مفتوعة جهة اليسار والأصغر يا أول على جهات اليمين خلينا هون عندي أعداد مجموعة من الأعداد نحط الإشارات خلينا نشوف عندي 81 و81 خلينا نقارن عندي عشرات هون 8 وعشرات هون 8 وعندي أحد 1 وعندي هون أحد 1 معناته إيش العداد؟ متساوي أحسنتم الأعداد متساوي إذن بحط إشارة تساوي خلينا نشوف هذا العدد عندي 21 و33 حكينا دائماً منبلش بمقارنة العشرات عندي هون أدي عشرات يا أول اثنان هون أدي عندي عشرات ثلاثة طبع عندي هون أدي أحد واحد هون أحد ثلاثة معناته 21 أصغر من ثلاثة وثلاثون إذن 21 أصغر من ثلاثة وثلاثون إذن 21 أصغر من ثلاثة وثلاثون خلينا نشوف هون عندي 96 و 69 و 60 منبلش بمقارنة العشرات يا أول منبلش بخانة العشرات عندي 10 هون 9 عندي 10 هون 6 إذن عندي هاي العشرات أكبر من ال 6 معناته إيش ضحوة إشارة العدد؟ الأكبر أحسنتم 96 أكبر من 69 إذن دائما بالمقارنة منبلش بخانة العشرات إذا كانت العشرات يا أول عندي متساوية مننتقل للأحد خلينا نشوف آخر عددين عندي 45 و 56 من قارن زي ما حكينا بخانة العشرات عندي العشرات أربعة عندي العشرات هون 5 والأحد خمسة والأحد عندي هون 6 طب بما إنه عندي عشرات هون 4 وعشرات خمسة الأربعة أصغر من الخمسة معناته عندي الخمسة وأربعون أصغر من ستة وخمسون إذن خمسة وأربعون أصغر من الستة وخمسين دائما إشارة الأصغر دائما مفتوحة لجهة اليمين تمها مفتوح لجهة اليمين وإشارة الأكبر يا أول دائما تمها مفتوح لأي جهة لجهة اليسار تشبه تم السمكة الأكبر لجهة اليسار والأصغر لجهات اليمين أول بدرس مقارنة الأعداد أنا بقارن بين عددين ضمن منزلتين اللي هي خانة الأحد وخانة العشرات دائما دائما لما بدي أقارن بين أي عددين يا أول ببدأ بمقارنة العشرات إذا كانت العشرات عندي متساوي يا أول بقارن خانة الأحد أنا هلا بأعطيكم مواجه بتخلوه مع ماما بمساعدة الماما بالبيت بأعطيكم عددين وإنتوا تقارنوا بين هذا العددين إذا كان العدد أكبر أو أصغر أو يساوي بدي أعطيكم أول عدد 45 والعدد الثاني 85 45 بنقارن بين خانة أول إشي بنقارن بين الأعداد بنبلش بالعشرات إذا كانت لعنا العشرات متساوية بنبلش بخانة الأحد إذن العدد 45 والعدد 85 هيك درسنا لليوم انتهى درسنا كتير سهل وبسيط إن شاء الله نلتقي فيكم بمراجعة جديدة وحصة جديدة بمادة الرياضيات يعطيكم ألف ألف عافية ترجمة نانسي قنقر